شارك الرئيس الأمريكي بارك أوباما في مناصم تأبين رجال الشرطة الخمسة الذين سقطوا برصاص قناص أثناء مظاهرة نظمات احتجاجا على مقتل مواطنين من السود على يد الشرطة أوباما واسف كلمته أقارب عناصر الشرطة الخمسة في محاولة لتوحيد البلاد التي شهدت أسبوعا من العنف على خلفية توترات عنصرية يجب أن نركز هنا على ضرورة أننا لسنا منقسمين كما يبدو وأنا أعلم ذلك لأنني أعرف جيدا أمريكا عندما بدأت الطلقات النارية تتطاير في كل مكان لم تتراجع الشرطة في دلاس كما لم تتصرف بشكل متهور لقد بينات عن رباطة جائش كما ساعد عناصر الشرطة العديد من المتظاهرين وقاموا بإجلاء الجرح وعزل القناص كما أنقذوا العديد من الأرواح وخلال المراسم التأبينية وعلى الرغم من تمريره لرؤية أكثر تفاؤلا عن المجتمع الأمريكي ركز أوباما على ضرورة إحراز المزيد من التقدم من أجل التصدي لأجواء الخوف وانعدام الثقة المتفشية في فئات عدى بالمجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة